يا ست الحجة السلام عليكم عليكم السلام عليكم ازاك يا امي عاملة ايه اخبارك ايه الحمد لك بالسلطة طيب ابو انت بالصحة والسلامة ربنا يديك العمر والصحة وبرك لنا فيك انا عاجة منك تقولين اتنين على راسي على راسي امر امر احنا الحلقة كلنا نخليها لك انت الله يخليك اتفضلي اتفضلي انا فلوس المية بتغضي فلوس الزكة اتفحم بالمية فلوس الزكة ايه اتفحم للشركة المية بتاع Compan Billboard طيب حاضر السؤال الطاني السؤال الطاني أبيتك مخصماني بعالها تاني ايه؟ انا مخصمان بنتي مخصماني بعالها تاني اه انت عندي كم سنة؟ وهي اللي بغلطانة في Matthias عندي كم سنة؟ عندك كم سنة؟ انا عندي ثمانين سنة كم؟ ثمانئين سنة طيب حاضر 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 يا امي حاضر أرجع ونجاوب على الأسئلة بعد ما تصلوا على سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم ست أم أم ليلة سألت سؤالين السؤال الأول بتقول فلوس الزكاة ديها الجمعيات سقيا الماء أنا عموما على مرء أو مسمع للناس أنا لا أحبذ أن تعطى أموال الزكاة لأي جمعية خالص ولا لأي هيئة أنا بقول روح دور على الفقيري حبيبي وامشي للفقير روح دور على الفقير والمسكيني حبيبي روح والمنطقة بتاعتك مليانة فقرة ومسكين روح علشان تقول لربنا أنا غبرت قدمي في سبيلك ساعة تعبت عشان خطرك يا رب يا رب أنا مشيت عشان خطرك يا رب خد بالك فامشي بأموال الزكاة ودوري بص في أهل بيتك بص في أولادك بص في الأقارب ليكي وبعدين بص في جيرانك وبعدين بص في أهل الحي بتاعك فلسافة الزكاة في الإسلام بتقوم على الإغناء يعني إيه الإغناء؟ يعني أنا ومي ولميس ومونة مثلا ساكنين في شارع واحد فنعمل إيه؟ أحسن إدارة وفاضي مونة فنقول لها مونة فلوس الزكاة هي وشوفي مين الفقير اللي في الشارع بتاعنا دا علشان نرفع من مستوى عشان السنة الجاية لو عندنا في الشارع دا ثلاث فقرة يبقوا اتنين إحنا النهاردة حقولناها تسول فبيبقى هي الحمد لله كل سنة بأعداد المتسولين عندنا بتزيد بنت مخصمان يا رب كون سمعاني يا أخت الكريم اتقل لأمك تمانين سنة الأم دي في السن ضرب بنا بيستحي أن ينصب لها ميزان أو ينشر لها كتاب أو ديوان الأم دي أسير الله في خلقه عندها تمانين سنة يا ستي اسمعيني يا رب كون سمعاني قيل للشافعي أيجوزوا 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 لأحد أن يخاصم أبويه قال ولا نعليهما مش أبوه أمه لا جزمت أبوه أمه يا سادة اسمعوني هذه يا أختي يا من تسمعيني يا رب كون سمعاني هذه من كان حضنها لك أمانة وصدرها لك سقاء وحجرها لك غطاء هذه من كانت تصهر على راحتك هذه من كانت تخرج اللقمة من فمها لتطعمك هذه من كانت تهيئ لك الدنى بأسرها هذه من كنت إذا مردت تصهر عليك وتتمنى لك الشفاء وطول العمر وأنت الآن قد جافيتيها وخاصمتيها وتتمنين لها انقضاء الأجل عودي إلى الله فوالله لو ماتت لخسرت خسرانا عظيما ويحكي اتق الله في نفسك لأن كل ذنب عقوبته مؤجلة اليوم القيامة إلا العقوق فعقوبته معجلة ترجمة نانسي قنقر